هنبدأ معكم جولتنا الرياضية مع نتائج مباريات مبارح في الجولة الثانية للمجموعات الخامسة والسادسة والمنتخب الكرواتي اللي حقفوز كبير على منتخب كندا بنتيجة 4-1 في المباراة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 وبكده بيتصدر منتخب الكرواتي المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط بفرق الأهداف عن منتخب المغرب ومنتخب كندا في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط أندري كراما يريتشير لعب منتخب كرواتيا حصل على جائزة أفضل لعب في مباراة كرواتيا وكندا ونجح أندري في تسجيل هدفين قاد بيهم منتخب كرواتيا للفوز على كندا بربعية ده غير تعلقه الكبير خلال أحداث المباراة منتخب المغرب حقق الفوز على بلجيكا بنتيجة 2-0 في المباراة لجمعتهم على استاد أثمامة وده ضمن منافسات الجولة التانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم وخطف عبدالحميد صابري هدف التقدم لصالح منتخب المغرب أباب بلجيكا وكمان من كرة ثابتة داخل شباك كرواتوا وده في الدقيقة 73 وفي الدقيقة 90 من الوقت الضائع سجل زكريا بخلال الهدف التاني للمغرب ليرتفع رصيد المغرب للنقطة الرابعة في المركز التاني ده خلف كرواتيا بفارق الأهداف وكمان لأفريق البلجيكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وليد الريكراكي المدير الفني منتخب المغرب تكلم عن انتصار أسود الأطلسية على بلجيكا ده بنتيجة 2-0 خلال المباراة اللي أقيمت بينهم إمبرح وقال الريكراكي خلال المؤتمر الصحفي المباراة فرحتي ما تتوصفش بعد الفوز على بلجيكا وكانت سعادة شعب المغرب الفضل مستني هذا الانتصار منذ مونديال فرنسا 1998 سعيد بالأداء والقتلية والروح اللي قدمها اللعيبة خلال أحداث اللقاء اللجنة الفنية ببطولة كأس العالم 2022 اخترت النجم حكيم زياش أفضل لاعب في مباراة بلجيكا بقى ده كانت ضد المغرب ونجح زياش في قيادة منتخب المغرب لتحقيق فوز تاريخي على حساب بلجيكا في واحدة من المفاجآت السعيدة للجمهير العربية المتابعة لكأس العالم أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب احتفل بفوز منتخب بلاده بالتقبيل رأس والدته اللي حرصت على التواجد في المدرجات في المباراة اللي فازت فيها المغرب على المنتخب البلجيكي وصورة حكيمي مع والدته كانت مشهد إثثنائي أشهدت بيها جماهير ومشجعين المباراة منتخب كوستاريكا حقق الفوز على المنتخب الياباني بنتيجة واحد صفر على السيد أحمد بن علي المنديالي وده ضمن منافسة الجولة الثانية للمجموعة الخمسة في بطولة كأس العالم وحصلت كوستاريكا على ثلاث نقاط وبقت في المركز الثالث ووقف رصيد اليابان عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف كيشير فولر نجم منتخب كوستاريكا حصد جائزة أفضل لعب في مباراة اليابان وكوستاريكا بعد مسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 لفريقه وقد قدر كمان فولر يتقلق خلال أحداث اللقاء وقدم مع منتخب بلاد مباراة قوية قادتهم للفوز شيردان شاكيري لعب منتخب باسويسرا أكد أن منتخب بلاده جاهز لمواجهة البرازيل وبيستهدف تحقيق الفوز وقال شاكيري على هامش المؤتمر الصحفي قبل المباراة أنه سبق وواجهنا البرازيل وحققنا نتيجة إيجابية أمامهم عاوزين نحقق الفوز وعارفين صعوبة المباراة والأمر معتمد على الفريق حاليا وقال شاكيري عندنا لعبين حاسمين وأصنوا قاتل لحد آخر دقيقة تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيل أكد أنه انتهى من وضع التشكيل الأساسي للمنتخب في المباراة اللي هيواجه فيها المنتخب السويسري وقال تيتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة لقد اخترنا التشكيل الأساسية وعندنا ثقة عالية في كل اللعيبة فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغال اتكلم عن المباراة اللي هتجمع منتخب بلاده بمنتخب أورو جوي وقال أن الأورو جوي بتعتمد على اللعب الجماعي ولازم نضع في عين الاعتبار جميع اللعبين ومنركز على لاعب واحد لأننا هنكون أمام فريق رائع بيلعب بشكل جماعي وبكده انتهت جولتنا الرياضية هنرجع مرة عن يال لمصطفى وجمانا علشان نكمل معكم باقي فقرات صباح خير يا مصر